اشتركوا في القناة في البداية بس احكي بنا شوي اكتر عن ما بعرفوا شو علاقته بالكالسيوم بعدنا بنحكي عن علاقته بالوزن هلا فيتامين دال لكل ناس اللي عندهم معلومات بسيطة عنه هو واحد من الفيتامينات اللي منسميهم احنا الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون فاغلب مصادره اصلا هو موجود بالدهون وهو طبعا الكوليسترول بدخل بتصنيعه يعني الكوليسترولي الموجود طبعا بالجلس بعد التعرض للشمس بصير في عنا لانه منهرف دايما احنا بحكوا تعرضوا للشمس عشان تصنيع فيتامين دي بيجلد فهلا الفيتامين دي من الاشي المعروف عليه انه بساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفيت في الامعاء وبالتالي مهم جدا للعظام يعني الاشخاص اللي عندهم نقص في فيتامين دي بيصير في عندهم تلقائيا نقص بالكالسيوم وراح يأثر على كثافة العظام خاصة في مرحلة النمو وكمان منخاف للستات الكبار او الصبايا يعني كتير مرات بالضبط عشان ما يصير في عندنا مشاكل هشاشة في المستقبل فيفضل انه نشيك نتأكد دايما بفحوصات طبية انه فيتامين دي عنا بالحد الطبيعي وما عندنا اي مشاكل بينقصه فهذا الاكتر اشي متعارف عليه انه علاقته بالكالسيوم ولكن في عنده وظائف تانية في الجسم وزي ما حكيتي روان اول اشي انه في عندنا دراسات جديدة عم بتشير عن علاقة الفايتامين دي بالكالسيوم بالوزن بالوزن طيب نعرف عن علاقته هلا بالوزن بالزبط هلا في عندنا عدة دراسات عملت من هاي الدراسات فيه دراسة نشرت تقريبا حديثا بالالفين وتسعة بالمجلة البريطانية للتغذية عملوا دراسة كان في عندنا مجموعتين من الاشخاص من السيدات اللي عندهم سمنة وزيادة وزن وكمان هدول المجموعتين كان عندهم نقص بفايتامين دي عملوا هاي التجربة في مجموعة اعطوهم مكملات غزائية من الكالسيوم وفايتامين دي ومجموعة تانية ما اعطوها مكملات من كالسيوم وفايتامين دي ما بياخدوا كفايتهم اصلا من الكالسيوم يعني بياخدوا اقل من 800 ميلي جرام من الكالسيوم يوميا يعني نقدر نحكي نبسطها للعالم انه ما بيشربوا كاسة او كاستين من الحليب يوميا لانه اكتر مصادر من الكالسيوم اللي هو موجود في الحليب فالمجموعتين عملو لهم كانوا طبعا نفس المواصفات نفس الطول والوزن وهي الاشياء عملوا هاي التجربة لمدة اربعة شهر وحطوهم على نظام غزائي لا تخفيف الوزن فبعد الاربعة شهر وجدوا انه السيدات اللي كانوا ياخدوا كالسيوم وفايتامين دي كان عندهم نزول الوزن بشكل اسرع وكان عندهم حتى مخزون الدهون بالجسم والدهون في منطقة البطن قلت بشكل احسن من المجموعة اللي ما اخدت يعني المجموعتين نحفوا ولكن المجموعة اللي اخدوا كالسيوم وفايتامين دي لانه عادة بيكون في مكملات من كالسيوم وفايتامين دي مع بعض كان في عنا كفاءة اكتر في تخفيف الوزن فسروا هذا بعدة تفسيرات علمية منها وجدوا انه طبعا من احكينا احنا الفايتامين دي مهم لامتصاص الكالسيوم فوجدوا انه لما ناخد احنا احتياجاتنا من الكالسيوم اذا كانت من الغذاء او عن طريق مكمل الاشخاص اللي عندهم نقص بيساعد على التقليل من عملية تكوين الدهون او تخزين الدهون في الجسم وعلى حرق الدهون نسميها على حرق الدهون وفي تفسير تاني علمي برضو هاي دراسات جديدة فيه عليها كمان يعني بدها كمان ابحاث ودراسات وجدوا انه الكالسيوم طبعا اكيد علاقته بفايتامين دي بيأثر على الشهية في الجسم يعني فيه عندنا بعض المراكز في الجسم بتحكم في الشهية بالدماغ كان الكالسيوم لها اثر على التحكم بالشهية ففي دراسة تانية عملت بس بمجلة تانية تقريبا نفس المبدأ مجموعتين اعطوهم مكملات من فيتامين دي ومجموعة تانية معطوها من مكملات من فيتامين دي طبعا بشرط انه يكون عندهم اصلا نقص باحتياجاتهم من الكالسيوم والفايتامين دي وجدوا اللي عم بياخدوه عم بيساعد احسن في تخفيف الوزن وكمان في تخفيف الدهون في منطقة البطن فاللي بدي انصحوا للعالم ايش نقدر نعمل من هاي الدراسات لسه كمان بنعمل عليها دراسات لسه قيد الدراسة اي سيدات عندهم مشكلة في السمنة لانه وجدوا كمان انه كتير في سيدات عندهم سمنة بكون على الاغلب عندهم يعني كان عندهم نسبة الحدوث نقص في فيتامين دي برضو عالية جدا فاذا احنا هدول اي سيدة او اي شخص حابب يعمل ريجيم يتأكد من بفاحص طبي من مستوى فيتامين دي بالجسم لانه اذا كان واطي بحسب الدراسات الجديدة عم تثبت انه ممكن يأثر على الوزن ويتأكدوا انه عم بياخدوا احتياجاتهم من الكادسيوم اذا مش ضروري احنا نعتمد على المكملات بفضل كمان اكيد من الغذاء فممكن اكيد رح يساعدهم في تخفيف الوزن خاصة في منطقة الدهون متراكم منطقة البطن طيب الانسان العادي او الستة العادية او الصبية بجوز مش الكل عنده سمنة زائدة ولكن بشكل عام انا اذا بدي ما انصح قدي بتنصحيني اخد كم كاسة حليب مثلا ايش الاشياء اللي انا بنهار اخدها وتساعدني اني انا ما انصح او حتى يعني لو بدي اضعف شوي كمان مش غلط هلا اهم مصادر على فكرة كمان ذكرتيني هلا لما سألتي هذا السؤال في دراسات عم بتشير كمان على اهمية الكالسيوم وانحنا ناخد احتياجاتنا اليومية من الكالسيوم بالحفاظ على الشهية عشانيك مرات بيحكوا انه اذا باخد كاسة لبا بالليل هذا اللي بدي اسألك اه بتخفف الشهية اللي هي من الدراسات الجديدة اللي عم بتشير على فاعلية الكالسيوم بهذا الموضوع طب قدي تقريبا يعني شو بتنصح الصبح لما اصحى اشرب كاسة حليب فرضا الظهور الليل ايش اعمل اوكي هلا احنا احتياجاتنا من الكالسيوم الف ميلي جرام هدا بنحكي للسيدات العادية بالاعمار نقول من عشرين للخمسين بيحتاجوا لألف ميلي جرام من الكالسيوم يوميا بمعدل ثلاث اكواب من اليوم ثلاث كاسات يومي من الحليب او اللبن هلا باعرف انه في كتير ناس ما بقدروا ياخدوا حليب ولبن نفخة غازات او غيرها منروح لبدل الحليب ونروح على الالبان على القليلة كاسة في اليوم يعني اذا منقدر اذا احنا ما عنا مشكلة بالحليب بس ما منحبه او في ناس بنغسي نضغط حالنا بكاسة صباحية على القليلة كاسة صبح او بالليل ما بفرق في ناس حتى فكرة نفخة ممكن اذا منحط شوية على الحليب شوية ماء زهر او ماء ورد ممكن شوية تخفف من الغازات اللي بتعملها الحليب نجربها ما قدرنا نروح على الالبان الالبان فيها خمائر نكتر من اللبن كمان يعني مع الغداء لو اخذت صحن لبن مثلا او كاسة لبن يعني ممتاز مع مصادر تاني يعني ديكون في عنا اجبان ألبان اذا حسينا حالنا انه احنا ما منقدر ناخد هاي الكمية اذا ما عنا ناخد احتياجاتنا من الكالسيوم وفايتامين دي يفضل نستشير طبيب طبعا في عنا كالسيوم بالبقوليات في عنا كالسيوم باللوز في عنا بالخصوص البيضة ما هيدا نحكي خلينا نحكي مصادر الكالسيوم وفايتامين دي بالخصوص الكالسيوم موجود بالخضار الورقية موجود بالبقوليات بشكل عام في عنا كالسيوم ولكن مش كافية ومش فعالة تستفيد منها زي المصادر الحيوانية يعني زي حليب زي بيت زي لبنة الحليب والبيض واللبني هل هدول مصادر لقدامنا فيتامين دي فيتامين دي مشكلته انه شوي مصادره قليلة في الاكل يعني فيتامين دي موجود اكتر ايشي في الاسماك عنا السالمون سالمون شوي مش كل حدا بقدر يشتري شوي غالي المتداول بين كل الأشخاص وهي التونة والسردين، بالضبط لأن الأسماك اللونها غامئ، وهي فيها فيتامين دي وكالشيا من السردين أكثر من التونة لأنه في عنا بالأعظام، نحن نأكل السردين بالعظم، يعتبر مهم جدا للأعظام وفي نسبة عالية من فيتامين دي البيض في اليوم إذا أكلنا معتدل، لا نأخذ دهون عالية، لا نخبص بالأكل ومصادر فيها كولسترون، نقدر نأخذ بيضة كل يوم فيها فيتامين دي، وعننا الحليب كمان المدعم، فيه أنواع حليب صارت مدعمة بالفايتامين دي وفيها نسبة فيتامين دي مناسب للأشخاص هاي أكتر مصادر غير تعرضنا للشمس، إذا كل هاي الأشياء ما منعملها هون بدنا نضطر نروح لنأخذ مكملات طبعا بعد إجراء الفحص الطبي وبعد مراجعة الطبيب بجرعات لأنه فيه كتير مكملات موجودة بالصيدليات، تدخلي بتلاقي كتير أنواع مكملات بيجي عادة كالشيوم مع فيتامين دي، يفضل نأخذ الجرعة 500 ملي جرام من الكالشيوم بالوحدة مع فيتامين دي يفضل أحسن، بس برضو نستشير الطبيب، ما نأخذ الكالشيوم 1000 ملي جرام مرة وحدة لأنه الامتصاص أسرع لما يكون 500 بكل حبة طب شو الأعراض اللي ممكن تصيب الإنسان إذا طلع عنده نقص فيتامين دي أو حتى قبل ما يطلع عنده يعني أنا كيف دي أعرف أنه عندي نقص بفيتامين دار؟ هلا مرات ممكن ما تحسي على حالك ما تنتبهي، ولكن أعراضه ممكن يعمل تعب، ممكن يعمل وجع بالعضلات، يعني بالمفاصل هيك تحسي فيه أوجاع أو تعب وإرهاق، هاي أهم الأعراض الموجودة بس طبعا ما بيبين إلا بفحص طبي، للأسف في عنا عدد كتير كبير بالأردن مصابين بنقص فيتامين دي، فنتأكد أكيد لازم بإجراء فحص طبي هو بيبين، وإذا كان في نقص في ناس ما بحبوا يأخذوا حبوب بدك تضبط أكلك، وإذا كان النسبة كتير واطية جدا ما بتنرفع إلا بحبوب، وما نحملها لأنه إحنا منخاف من الهشاشة، يمكن ما تبين هلا عليك الأعراض أو على السيدة هلا، ولكن بعد أكمن سنة بيصير في عنا، ومنعرف أنه الهشاشة مرض، ما منقدر نرجع العظم زي ما كان، نقدر نخفف أنه يتطور المرض ويزيد، ولكن ما منقدر نعالجه أنه نرجع العظام لكثافتها، فإنشان هيك دائما نركز على الأطفال إنه أشربوا حليب، اللبان، المنتجات الألبان بشكلها، والمراهقين، والفتيات بهاي المرحلة تكوين عظام قوية تحميك للمستقبل طب أدي بتنصحي بتعرض للشمس للأطفال خصوصاً وحتى للسيدات، أدي لازم يعني مدة التعرض للشمس اللي أنا أحس أني أخذت كمية كافية من فيتامين دال هلا هي بكفية تقريباً 15 دقيقة في اليوم، نعرض الإيدين على القليلة والوجه، ولكن ما بديكم فيه سان بلوك، ما بديكم فيه واقي وإيش الشمس اللي بتنصحي فيها فردنا بيقول دائماً بعد 12 مش مزبوطة يعني على عشرة أو بعد الستين سنة أو بعد الأربعة نحوط طبعاً إذا كان بيش إحنا منحكي بالتقصي الحار، الشمس، شوب، أكيد رح نحوط سان بلوك بعد لأنه إحنا كمان لمهو الأطباء الجلد عم بنصحوا عدم التعرض للشمس لأنه الشمس كمان مؤذية بتعرض الكتير كبير فبدنا ننتبه من هذه الناحية ونضبط أكلنا يعني أكلنا فيه وأشياء، يعني دائماً نحكي إحنا كثيراً نحكي عن أهمية الأسماك للأطفال وللأكبار، فنحاول بأي طرق إنه نقدر ندخلها أدي مهمة التحضير المسبق لهيك الشيء يعني خلص أنا عارفة أنا مثلاً من الناس بجوز كنت أنسى بأشرب كاسة حليب صراحة الصبح اليوم بس لما تصيري أنه تعرف إنه لأ مهم بصير أنا أحضر إني أنا والله لأ بحط ببالي بدي أشرب بالليل كمان كاسة مثلاً قبل ما أنام يعني فيه أشياء الواحد بصيري يحضرها لما خاصة لما يعرف عنها ينتبه، ينتبه طب ربع بالنسبة للأطفال هلأ يعني فيه أطفال فيه دكاترا بقوله أنه فيه علاقة ما بين النمو للأطفال وطولهم وفيتامين دال فشو اللي علاقة هون أنت بتخبريني؟ هذا الشيء صح وإدي كمية الكالسيوم للأطفال والفيتامين دال لازم يتناولوها الأطفال بعمر خلينا نقول اللي هو فوق السنتين اللي هو عمر صح، فيه جرعات على فكرة لفيتامين دي للأطفال تنعطى باستشار الطبيب ولكن أغلب أنواع الحليب الخاصة بالأطفال عشان هيك أنا بحب هلأ بعد عمر السنة بنقدر نعطي لطفلنا الحليب العادي البقري اللي إحنا بنشربه ولكن بفضل نستخدم حليب الأطفال مخصص لهذه الفئات إن فيه عندك حليب لعمر السنة فيه عمر السنتين فيه للثلاثة للأربعة بإيش بفرق عن الحليب البقري اللي إحنا بنشربه إنه مدعم بتناسب الطفل حتى فيه منه بالحديد فيه منه بيقرأ دايما يعني حديد كالسيوم فيتامينات إلى آخرين فأنت بتنصح دايما بالحليب المدعم حليب المدعم للأطفال يعني لأنه بكون مهيئ لهذا الطفل كمان بدنا نركز على إنهم ياخدوا الأجبان والألبان عادي بعد السنة نبدأ نعطيهم إياها جمني ولمان إذا بنعطي للطفل فيتامين دي طبعا أكيد باستشار الطبيب إذا حاس فيه داعي بنعطى لأنه زي ما حكيت قبل فيتامين دي مهم لامتصاص الكالسيوم ومهم طبعا أكيد للطوله إذا الواحد عنده نقص فيتامين دي وكالسيوم بيأثر على طول الطفل على عظامه وعلى نموه من هاي الناحية فأكيد رح يتأثر حتى في تحت السنتين في أوقات لما بيكون الأطفال خلينا نحكي أو تحت السنة لما بيكون بقولوا في منهم بيكون الراس لسه ما لحم منيح فدائما بعطوا فيتامين دال مزبوط هل من نبدأ فيه إحنا من الولادة بدون ما يعني يفضل إني أبلش أنا مع طفلي منذ الولادة أعطيه فيتامين دال عشان أضمن إنه هاي المنطقة تلحم أسرع هاي مع العمر أنا فرضا بنتي كانت دكتور قال لي مثلا كان عمرها سنة ولسه مطولة فقال لي أعطاها وقتها فيتامين ديل أعطاها فيتامين دال هاي فأنتي من أي عمر بتنصحي الأهالي يعطوا أطفالهم فيتامين دال حسنا بنعطاع عادي فيه من عمر هوا طفل أشهر خاصة اللي برضع ورضاعة طبيعية أوكي يفضل يعطوهم فيتامين دي بس أنا دائما المكملاات طب لاي رضاعة طبيعية فيتامين دي لأنه حليب الأطفال مدعم أكتر فيتامين دي فبس المهم بس عادي الحليب بكفير مع الأم بس أهم إشي ندخل الأكل بالتوقيت الصح يعني ما نتأخر كتير يعني فيه ناس بيسير عمر 6 شهر وللسا الطفل لسبب ما بدأ يعني على 6 شهر إحنا بنبدأ نطعميهم بس ما نطول أكتر بس يروا يعتمدوا على الحليب وينسوا الأغذية التانية لا كمان ندخل الأغذية التانية المفيدة للطفل بالنسبة للمكملات تنعطى فيه مكملات خاصة للأطفال بس برضو أنا بحب بهاي ناحية دايما استشار الطبيب يفضل استشار الطبيب دايما يعني كل طفل ما نستخدم أي مكمل زي ما بدنا يعني كبر الولاد صار مساء 3 سنين إمتى بتنصح يصير يأخذ بقري طبيعي ولي لازم هذا وهذا يضل عليهم لا هلأ زي ما حكينا هدول الحليب المدعم فيه منه لعمر الأربع خمس سنين بعدين عادي بيصير الحليب العادي للأطفال ما فيه أي مشكلة بيقدر يستخدم حتى فيه لا بعد العمر هذا الحليب برضو بتكون مدعمة أكتر بس بيقدر أنت من عمر السنة تنتقلي للحليب البقري آه ما فيه مشكلة آه ما بيأثر صحيا ولكن أنا حكيت بس من ناحية أنه هذا بيكون مدعمة أكتر وبعدين بيعتمد أدي الطفل عم بيأخذ حليب باليوم يعني مهم نركز أنه الطفل عم بيأخذ على الأقل كوبين في اليوم هذا أقل إشي هذا الطفل بأي عمر بتحكي بعد عمر الثلاث سنين آه لازم أقل إشي كوبين هقل إشي كوبين في اليوم عشان يأخذ احتياجاته هقل إشي إذا كان ثلاثة أحسن وأحسن أو ثلاثة مع لبن مثلا إذا بيشرب لبن وكذا مجاز أقل إشي كوبين في اليوم عم بيأخذ حليب ثلاثة أقل إشي كمان يعني كل ما ضفنا الحليب إحنا الكسبانين برضو كمان ما بدو يكون زيادة لأفي أطفال عكسيا بيأخذوا زيادة حليب جرعات حليب بأثر على تغذيتهم سلبيا لأنه ما بيأخذوا مثلا أشياء تانية بأثر على حديد وغيرها بيكون في توازن بس على الأقل 3 أكواب هي 3 أكواب 250 ملي يعتبر كمية كافية للأطفال وحتى للكبار كافية طب نصيحة أخيرة ربا ننتبه نتعرض للشمس دائما لما بدنا نعمل أي ريجيم نعمل فحوصات طبية باستشار الطبيب نتأكد إذا عندنا أي مشكلة صحية عشان على أساسها ممكن يأثر على هو فحص دم عادي هذا فحص الدم عادي لأنه رح يأثر على تخفيف الوزن إذا اكتشفنا أنه عندنا مشكلة بنقص الفيتامل D بدي أتشكر وجودك معنا ربا اليوم شكرا لك على المعلومات القيمة التي دائما تقدمنيها شكرا لك اشتركوا في القناة